قبل أن نبدأ القصة اليوم سأخبركم أن تسمعون لكم تبارك الله عليكم سراحة سوف تضمس رائعة في الكومانتظام كاذا لما هي الكومانتظام؟ كاذا أن البلاث لان هناك كنتم تسمعوني؟ كاذا لكاذ عجم الحراء؟ كاذا لديك العيالات؟ كاذا هي المقرصات المجبدات؟ إن كمية تقراص التي كانت في الكومانتظام يجب عليك استذرز سأخبركم يزدركم كاملين يعقون عليكم و هذا بعد فهمت البنات اللي يبقى فيهم الحال لكي يعودوا القصص و لا توصلهم للنوبة حين فعلا لكي تقرأ هذه الكومنتر كتمنى انك تحتي القصة ديالك لكي ينصحوك النصائح صراحة ذهبية تبارك الله عليكم يا بناتي الله يحجبكم والله يحفظكم والله يبعد عليكم شر الخلق يا سيدربي الحبيب بالنسبة لبنات الباكس سيزيام والبنات اللي يقرأوا في العفاك الكاتر ايام السادس والبنات الكاملة اللي عندهم امتحانات الله يسهل عليكم في هذا النهار الله ينجحكم الله يوصلكم في ذلك الشيء اللي يريدون يا ربي الحبيب و دعبة اجعلوا لي واحد القصة جديدة و ان شاء الله اليوم انا ما غاديش نواعدكم ولكن غادي ندير اكتر ما في جهدي باش يكونوا الجوز ديال القصص المهم نبدأ في قصتنا اللوله على بركة الله اسمتي جميلة و حكيتي ستبدأ نهار اللي سوف نشر الدار في بوزنيقة لا نستطيع أن نصف لكم الفرحة قدش كانت و لماذا لا نفرح و ان اللحياتي كاملة مدوزة في أوروبا كان ضربتها مهارة لكي ندير الدوار الزمان لكي ندير دويرة اللي نرسح فيها في العطلة الصيفية و في نفس الوقت اذا وقع شيء مشكلة او شيء نجد شيء اللي نبيعها شيء لدوار الزمان المهم كنت تقلبت في المغرب حتى ايت و لكن لم أجد ذلك الشيء اللي بغيت صافي كنت رجعت في حالاتي حتى النهار اللي كان هنا واحد المريض لعل هذا الشيء ديال الحقارات مشيت و لقيت واحد تجمع ديال ديور اللي كانوا زميني بزاف و هم كانوا احدى البحر و فيهم لبسينات الداخل المهم ديور عجبوني بزاف و حتى الثمن ديالهم كان مناسب تقريبا في ذلك الميزانية اللي كنت انا حتى الدار هدرت مع راجلي و قلت له اشنو بالليك قال يلي بالليك نسية انا بغيت الرأي ديالك بحكم انها الدار ديالي ماشي ديال راجلي راجلي شراط دار دياله و هو كان نخضها واحد الارض و بنائها المهم هادئ زعم ديالي انا قال يلي ايوش ايوش ايو نقول لك صراحة اراها مزيانة حينت الدار ديالنا اللولى و كانت في احد المنطقة اللي داخلية مهم احنا ما نقدرش نقول المدينة بالضبط بل حق لمدينة اللي عايشين فيها مدينة صغيرة بزاف ماشي اللي عايشين فيها اللي كانت تامي و ليها قديت معهم دوسي ديالك الساعة عديت لافونس بحكم ان الدار كانت ما زال ما تبناتش يعني باقينا غير الساسات و ما زال يلا غيبنيوها و كانوا اعطاونا العام باش قريبا انتفينا و قالوا لنا ان في العطلة الصيفية ديال العام اللي ملمورها هاداك الدار غادي نسلموها و ندوزوا فيها العطلة مهم انا فرحت اعطيتهم هاداك الشي اللي كان طلبوا مني ومن ثم ما و انا كان خدموا و كان دير كتر من جهدي و فيما يكون عندي الوقت اللي خاص انصفت لهم هاداك تريطا ديالهم كنت كنصفتها المهم دوزنا هذاك العام والحمد لله الناس تلعوا قد كلمتهم و قبل من المئات اللي كانوا غيسلمون فيه الدار كنت نزلت المغرب على ود واحد الغراض و فجأة مشيت لقيت الدار تقريبا قريبات فينا و فجأة اعطيتهم الوراق كانوا اعطاونا السويرتات ماشينا اخدهم غاروية و فعلا مشيت و الصراحة ما غديش نكذب لا فيني سيون كان احساس بها في ذلك الوقت لا نستطيع نوصفها لكم بحكم ان البنات كثير من عشرين عام و انا في اوروبا كنت ضربتها من مارا لم يجعلت أي شيء خدمة خدمت عند العيالات اللي كانوا هكا كبار ندوش ليهم نبدليهم نقابلهم خدمت سمورة بيئة للاطفال خدمت في الماناج المهمة البنات الخدمة اللي كانت جيني لا نقوش عليها الان اولا كانت تعاون شوية مع راجلي و ثانيا كانت نصفت المالين الدار و نجعله واحد القسم اللي كان جمعوه انا لدوائر الزمان يعني فاشا انا فكرت ان اخدوا واحد دار والحمد والله التي سرت لي ما قديش نقدر نقول لكم او نوصف لكم الفرحة اللي حسيت بها واحد الفرحة ما عندها لا بداية ولا نهاية المهم خليت هذا شيء تمام و ارجعت في حالاتي تخيلوا مني نوصلت و انا كان جمع في الفراشات شري هادي قدي هادي هاد الميعنات هاد تلاجة هاد مكينة صابون و خانا عارفة كل شيء كان في المغرب ولكن هادك الشوق هادك اللهفة هادك الدار هي اللي خلاتني ندير هاد الشيء كامل عرسوا البنات واحد اللهفة لما نقدرش نصفها لكم انا كيف مكتلكم الحمد لله راجلي عنده الدويرة هنايا و عنده في المغرب و راجلي ولد الناس ماشي شي واحد لي ولد الحرام وهاد شيء ما غنقدرش نقول لكم انا برزقي رزقوه حينت راجلي خدام وجقبل مني لهاد البلاد يعني احتهو رزقوه هذا و ماشي بناتنا لحسابات ولكن هاد الدار القيمة ديالها بالنسبة لي قيمة كبيرة بلا قياس المهم قد يزقاع هادك الشيء اللي غنقود من ثمه صفة الطموبيلة عامره غير بسلعة ديالي و فاشأنا جيت جيت حتى انا بالطموبيل و ما خليت ما اجبت معايا المهم غدين نرهبطوا النيشا الدار ديالنا الاصلية حينت ما فين كانوا الوالدين و كانوا الحباب المهم وصل الناس تقبلونا مزيان تقريبا تقريبا 1-15 يوم حتى شفنا العائلة كاملة و من بعد هزينا رحيلنا و كنا مشينا الى هذه الدار اللي كنت لكم في بوزنيقة المهم مشينا قدينا الامور و سلناها شفنا مهم المسائل كاملة الادارية و من بعد كانوا اعطونا السويرتات مشا راجلي ديك ساعة هز الرحيل وقع هدا كشيري جبنا معنا من بره و كان جابول هنا اياه اول ليلة غدين دوزوها انا و راجلي فوق واحد الماطلة ووليداتي ناسين غير فوق الممانط حيث ما كنناش مفرشينها كاملة انا كنت جبت الالكتروميراجي كامل من بره و لكن الفراشات كنت بغيت نفرشها مغريبية المهم قلسنا ما كاملة شربنا تحت سيمانا مقادة بدأوا كيعي تعينا الناس احقى بغينا نباركوليكم احقى هذي قلنا لهم مرحبا مهم انا في هذه الموددة كان جري و كان جاري و المشكيلا هذيك المدينة اللي اخدس فيها ما كنتش كنعرفها مزيان و كانت مدينة اللي صغيرة لم يكن مدينة اللي كبيرة بسعف المهم اطريت اني نزل حتى الواحد المدينة اللي كانت كبيرة و كان جري بوحدي و انتو ما راكم كتعرفوا صناعية شو واحدين عندهم الكلمة و شو واحدين جرجارة المهم نجري 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 يا البنات حتى الحمد لله بديت نفرش الدويرة على الاقل في ان يقلسوا الناس فعلا جاءوا الناس هذه العطلة الصيفية كاملة دوستها في الكوزينة يعني انا لا نستطيع وصف لكم تمارا اللي كانت عندي حتى الناس يأتي و عندك لا يجب ان تنوضي و تشقعي لانك في مكان حالك تبقى دارك و اخير هذا الشيء كامل و لا نستطيع أن أقول لكم اني كنت كنت احلم به اللي جاء المغرب ندوز العطلة و نرتاح حتى اتلاقي راسي في الكوزينة و لكن لماذا لا يوجد مشكلة للدنيا المهم ان تنوضي المدة و من بعد نمشي سأتعيط لي لوسي اللي كانت تحتها في اوروبا عيطت لي لابسة و قلت لها الحمد لله و قلت لها ان ارى ان ارى ان اشتر لكم و اريد ان ازل المغرب و اقلب في الانترنت على شهر عافاك لم اعطني سويرتات لوسي بالضبط و لم تكن بيديه على الناس و تبعيني بزاف و تبعيني من المواقف و كانت اتقابلني و كانت اتقابلها و يكون عندها شيء مشكلة و نباك في بعض اياتنا و انا مستطلت أن اقول له و اصطعا انا مستمومة انا مستمومة و احسن من داري الولاد الراجلي و سأضيه ممح لولا و يدخل لها و تبعين ماء و عند قوسي و لكن انا لا يمشي لها لان كل شيء عنده تدار مهمية هذه. قلت لها واذا نجدك في المغرب او انتلقى وتمى. قلت لي انتي امتى ستنزلي قلت لنزل نهار فلان فلاني. ويتقول لي يا شوفي قلت لي انا رمحة الاخر موحان واذا نزلت لعندك. سافي غير خليه عند الوالدة. قلت لي ها واخا. خليته عند اقوستي ومشيت. ما زال ما وصلش. حتى كنت سمع ان واحد لوسي ما كانش عندي معاه. وشي ناس خرين هزين رحيلهم. ومشاول هذه الظهر. بقافية الحال حتى لا تسأدنوني. وما اعطانوش نهائ اي الاعتبار. المهم فجيز قلتها الراجلي. الراجلي قلت لي اوش تصدقيني. حين دعمت دار دارك. انتي اصلا الملول ما تحليش لي هم العجال. المهم شفت حتى عيز وضربتها بسقلة وما دويس ما اتكلمت. سافي قلست. حتى كنت نزلت هذه الوسي. المهم قلت وزو فيها العطلة حتى تقريبا شهر اشرة. المهم قلت وزو فيها تقريبا واحد الشهرين. سافي انا ما تسوقت لي هم. سافي بقيت ما حتى شهر ربعة. الوقت اللي جيت على البنات. ودخلت لهذه كالد لقد تسوقت تسدمت تسدمت تساؤت تسدمت تسدمت تسدمت. هم حارفين حيوطة إطلاق؟ لأهالي منتج التجامع. هل تعلم اوين منتج leave in the gel. المهم الحصير� dose. اسوف امن الرواب environmental jardins والجفاف. حارفين منه والدنياف حيوطة بالصحات. هم هذه اللحظة في هذه الطائفة. لم أتواجد عيالات فيها. الحدث يعود على الجنفة عن هذه طريلة. أشخاص مش بنسعر ومداقرق بالسعار أو هذه تعجيوة اليها والطلال معه outside. وقام رجلنا في الجائحة. لم تلق supplements. ان قال لي انت عرفت الدراري الصغار ما عرفت الدراري الصغار قلت لي عنده الهجيج ما يجيبه مش عندي اناية قلت لي زمانات شي اللي دارو راح حشومه وحشومه بساف المهم الراجل بدك يصبر فيها ويقول لي اغمضي عينيك ومشي مشكل سافي جبت العيالات خملنا هذيك الدار اللي غد تقدات واللي غد تبدل تبدلات تخيلوا البنات من السوارة ديال الدو شي واحدين نخسرهم لي وانا يالله السلمت الدار والدار راح نشي في الاقتصادي ولا الموين راح دار دار يعني يعني لا في نيسيونت يالله اران او دقام يعني يعني اخذ نغمان مو دك شي ما خسوش يخسر دغية دغية سافي حلقت على الدار اصلا لما كنتش قال سابسا في المغرب قلصنا تقريبا غير فيها قلصنا واحد للعشرين يوم في حالها كاك ومن بعد رجعنا في حالات نوع حين كنا جينا غير علوتش وريقات ودوك الوريقات كانوا في الرباط وتما هي اقرب بلاسة مقارنة بالدار ديالنا سافي يسرنا الامور جاءنا في حالاتنا وصل البنات اللول ديال شهر الساعة انا يكنت نازلة نصفتك الصيف وصل اللول ديال شهر الساعة غدت عطيت لي يا ماما قالوا بنيتي قديرا لبزيلي قلت الحمد لله قلت لي شوفها بنيتي را عطت لي خالتك وراه قطل لي حقام حقب غدت سارو ديال دارك راح را تصدعوها الداري وبغني دوزو العطلة ما بغني دوزو العطلة انا هي تصدمت وفي نفس الوقت ما قدرت نقول لها لا اهل الله قدرت اكتش هلوي تقول لها ابنيتي ورقي عارفة ورقي وجهي غلبني وما قدرت نقول لها حتى شي حاجة مهمة ماما غير ما يكرفسه جدار وصافي ماشي مشكلة مهم كنت لها سافي اعطيه لها حد الساروط جاءت خالتي دات الساروط ومشت دوزو العطلة انا هي عطت لي والحشة تالية وقلت لي حاجة أول وابنات المهم من بعد جاءت عطت لها الساروط ومشت قريبا واحد للخمستاشر يوم وليعشرين يوم انا هذه الساعة لم يبقى لي بزر باش نزل وكنت ديرها في بالي لان الوريداتي سنزلوني ان شاء الدار دي البحر قلنا نصبقوها هي اللولا قعد نمشي عند الواليدين ونصافي ونشوف حالتنا المهم انا هذه الساعة كنت ديرها في بالي ان انا غمشي ملقحت شي واحد تماما صافي بقينا كان وجدو دك شي حتى النهار اللي جاء انجي راشغين بدلين في الوال شفت فيه وكلوتة مالكة السقعة عشنوكين قال لي يشوفي رعية لي اخويا وقال لك بغي يستردو دي البحر بغي تديرو ريدات هاد الويكند هو راجلي في حال حشم حتى انك شي ديرو لنا هذيك المرة ما احجبنيش انا ايا انا قلت له مشي مشكلة لاجات على الويكند دنيا هانية انا المهم غير منطلقة محتشي واحد تماما المهم البنات كان قللي هو اخا المهم السيد غدي يمشي حاله غيبقى بينه وبينه واحد الاسبوع انا قلت اسمع ليش يعني احتقاه انا قلت له يومين مثلا انجرس ثلثي ام خمسي ام انا سوف يمشي و انا ادخل داري ايو البنات ما تصوق سيد فعلا كان مشا انا مدهوش معايا محشوهاش لانت انا ادخل دار ولدهم واخا ولدهم قال لي همرا فلان اللي شرت هذيك الدارة مهم هو ما كيعتبروها هكا لانت بنادم مكي حاجي اشري هي ديك المعنى ديالها مهم انا ما تصوقت بقينا هكا حتى كنا دخلنا المغرب نيش امشيت الدويرسي جيت كان حل الباب كان سماس داع الداخل وفاش بغيت ندخل هذا الساروس وحل لي الساروس من الداخل كنت عرفت انه ساروس مخشيف الباب دقت الباب كنت حل لي واحد البنت عند عشر سنين شفت فيها وقالت لي شفت فيها وضحكت زعمة واحدة انا ما كنعرفها في طريقة تقول لي شكو انتي قلت ليها شكو انتي ماشي شكو الاناية ويتقول ليها ماما ماما شي واحدة قدام الباب تضربوا حل الطريقة لا نستطيع أن نوصفها لكم مهم جاء السيدة شفتني عرفتني قلت لي اهلا كديرا انا ابنة والله ما قلت عليها المهم هذه خط مرتلوسي خطها مهم جاء الخواتات ومهم واحد خالة ثمتاش مديل عباد الله كثير من شئ عشرين شخص واخروا في طار لا نقل لكم حال تكلم بشدة لما خاطر في الارد لكي تفواليهم المهم واحدة ترى وصفها لكم ااااا شاهدوا فيها وشهدين فيهم كي يخنزروا في حالة موحل قال لك اشتراك كان هل ي Sail السيد من المتitated لان قمت بقري الرجل رجل ولمالا مستشارة روف بالمتال وكانت فأنا عاد ومثل فما قال اتباع اتنقي قلت لي امم فين غان نعز انا طالع لي الدم وانا قلت لي ها سين البيتي ويتنقص وحده في يوم يز قلت لي اهه نعز فيها فلان قلت لي ورامسكين البارح كان صهران مع خدام في طاكسي قلت لي يا رياللهجة زعمادك العبادة ما عنده فين تبعت ما عنده فين تنعز انا بقيت كنشوف فيه هومس دومة ما شاء تفراج لي وقلوا يا الله همشون تغدو بعضها على الناس قلونا تغدو معانا والبلاسين طيبون لكم لو كان سيتم منطار نبكي 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 وانا ترقى انوا بقى الان علينا يلقى بصدق ما او providers اريد على ما اجدوrze ثم نبكي نعيت ما انا اعاطي الخوية قلت لي انت عيضت لي المهم اعاطي ما احاطي قل لي اح Kinda احكرا هم خلطوا أني ضعب لا تعلموا المنا انا نحشمت منك اخوية وكما سمعت في مرط وقال ليه ووالما لم يتم علمونها هذا هذا كان لكي أردنا نبقى نفسه لقد قمت بها أحكم حقها وما أصلي وما كانوا بعدين مهم من الناس أن تذهبون وعرصون لتفكير في من المنزل حتى من جميعا لم يتمكن من المنزل وعندما تذهبون لتشطح عندما نقول لكم تخيلوا أن السموات بأنا بأسفلها نيجب أن تتغلب بأسفلها دخلت لبنات الفقسة التي تتفقدت تخيلوني ان الله جاء من الصفر وحاطيها الجافل والتيد ونحكف هذه الدار رجلي يقول لي بالله تندوزوا هذه الليلة وغدا نشوفوا هذه العيالات اللي يأتي وعاونوك كنقولوا انك يغن ندير فين غن نهاز فين غن نحط غير راسي دنيا خانزة 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 وانا كثير مليار في المياه انهم كانوا يأتيوا للدار حيث ما هي الدقة ديال خالتي ولا الدقة ديال هاتك مرة لوسي ما هي الدقة ديالهم كيفية جديرة واحد ربيني في الكوزينة مفروع واحد رشاشة في التوالد حتى هي هكاك تكشي بزاف المهم مرات في صحتي كل شي صاغ الخبار احقى على شميع المتوناش احقى على الجيت وتمانيشان قل لهم راجلي راجينا هنا دراني راجينا عرفتهم بغوي فوجو من بعد غادي نشيو صحفي قلصتنا سمت قريبا واحد الخمستاشر يوم الرجعة هذه الخمستاشر يوم طبعا كلها اصلاحات سلحينا قدينا صيبينا مهم قدينا كل شي هاتو كل مضربات كاملين تغسلو طلعتهم مش للسطح باش نشفوه يتشمشوه نزلتهم رديتها وثاني ذاك الداركات الشعل اللي خاسرة قديتها مهم قديتها وحلقت عليها وهذا كل استفيها قديت لكم مدة ومن بعد غادي نمشي في حالاتي تخيلوا انا في الطريق يعني يلا خارجه هما سيقل الخبر انني غادي نجي كي عايتو احقا بغينا نمشيو احقا هاتي انا ملقيت ما نقول ليهم مهم بغيت ساكتا وراجلي حتى هو ملقى ما يقول مهم وصلنا في حالاتنا هو مرشعو او ثاني الوقت اللي بغينا نرجعو لقينا تخيلوا الناس ما كي ياخدوش الادن ديالي يعني في حزبا خوطراج اخوالاتو عماتو يعني عندكم الناس القراب ما كي عايتوش لي منهم لعقوسي اللي كتقول لهم اه ولا الله وهي اللي كتعطيهم السورة انا كي عايتو ومراكي يتشاوروا معي يزعو ما كي عايتوش لي انا كي عايتو راجلي المهم غاديدوز العامة البنات حصل العطلة اللي انا غاديد بليه تمام المهم فجيت البنات كلقى الكوزينة كاملة من تحت خدارة هاداك العود رشا فجيت نشوف كالقافويت اه ما عرفش البنات شكل ما نعرف ضرب هاداك العبابو وكان زازع وما بقى كي يقطر هاداك العود وكان الآن بدأ اف ولم علار شلو اسميتو كلو يا البنات تخسر الكوزينة واحد ربعة ولا خمسات المليون هاكاك مش هاتبا طيلة عاف شوف شفتها قدر شوووصف لكم من غير الدار من غير الغمولية لان الناس يمكن كيجيوا من البحار كي يجلسوا في البونج نريي يا البنات واحد الحالة واحد الحالة دخلت البنات شتني كراس كان غوت كان قول راجلي يشوف هادي هي اللخرى دارية واحد ما يبقى استنفيها قال لي يا الله وشنو غنديره ام وختي ما نقدرش نقول ليهم الله وحنا يا ما حنا يا كتلو شوف انتما كنتيش هاتقدر تقول ليهم الله انا غنقول ليهم الله السيد ما عجبوش الحالة وفي نفس الوقت ما عجبوش الحالة اللي رقينا فيها الدار المهم انا يا ديك الساعة عيط المعلم عيط العيالات هزين الفراش سوفا خضرة سوفا خضرة سوف يكون هناك شيء كامل اللي في الدارة البنات تخرجوا كامل البنات عيط الوحد الشريكة قلقتها في لانتغنا دلات الشيء الكوزينات جاءت تقلعولي البلاكارات التحتنيين كاملين وشيء تجارات الفوق يعني الناس كي يخسلون معا ولا الله وعلمنيهم وكتهز الكاس فازق وكتديروا في ذلك البلاكارات الفوق وثم بلاكارات الفوق وش امدئاف والاستراتيج ديكور المهم غير كي يوصل لها المكة تنفخ بزاف بزافة البنات المهم قاعدك تشير من فوق قادة دهلية غير كوزينة بوحدة تقامت عليها بشيء ثلاثات المليون قل شيء حاجة عودت الفراش دي الصالون عودت الفراش المدربات دي البيوت النعاس كاملين عودتيني السوارت اللي خاسرين الربينيات هدوك الريدويات شوحدين ما بقوش خاسرين ما بقوش خدامين لقيتهم خاسرين شوحدين لقيت الموتور اللي خسر وشوحدين غير الرقلاج المهم اللي الموتوره خسر قديته وشوحدين وشوحدين هدوك الريدويات وشوحدين يبقى وشوحدين يزيل حينت كلهم كان عندهم غير هدوك وشوحدين يزيل الرقل لم يكن لديهم ديالته المهم البنات ارى من قدرش نصف لكم ذاك شوئر قد خسرت في الدار خسرت عليها تقريبا 1 سبعة دي الملعين فشكملت كل شيء حزيت رأسي ومشيت عندهم فشمشيت كلهم ارى كانت نصلح في الدار حينت قرروا لي بغينا السعروس قلت لهم انا راه باقي كانت نصلح في الدار يعني راه المعلمين كنين تماما وضلقيتها في حالة كارثية وريتهم الفيديو قلت لهم شوفوا كيف شلقيتها وتخيلوا انا كانت شكي بالعقر وما يقول لي حوار الدراري قلت لهم قلت لهم كانت مسدودة قلت لهم كانت مسدودة لا يبقى لا هكا وبدأت كنحاول ان انا نشرح ليهم وقلت لهم هذه رهب الرطوبة وهذه رهب الماء وهذه المدربة راه المادية للبحر ووالدة لا هكا لان ابنتهم يجي فازك ويقلس فيها ويقولون لي ايه ودوي مع اولادك زي ما انا اولادي هم يديروا ذلك الحالة وانا اولادي رماء كبار وانا اولادي صغار المهم انت كتعاودي وهو مما مصوقينش لكا على شو واحد فيهم قال لي يا بش حر خسرتي والاجئين تعاونوا معاك والو يا البنات شو واحد محاش اهالية المهم قلسنا ذلك الشي اللي بقينا تماما قلت لنا تقريبا واحد تنينة الاخرى قلت لهم غادي انجلس باش نشوف المعلمين ولكشي اللي خاصة ومن بعد غادي يمشي في حالي المهم فاش كملت كل شيء وبقتل ينهار باش نمشي عايت لواحد السيد جابت لي هاداك العيبة ديال الباب كاملة بدلها باستالو وديالها بكل شيء المهم هزيت سويرتاتي شديد طيارة ومشيت وصلت لبنات ما كاملاش أسبوع عايت لينا هاداك لوسي اللي كان جاب مرته وعائلتها هذا اللي قلت لكم اللي حصلت من اللي يمشي وراب لا عدد وراب لا عدد شيء الدار والله ما كتخوه من شهر خمسة إلى شهر عشرة هذي ما كتخوهش ناس من مورا ناس ناس من مورا ناس المهمة لبنات حتى عايت قالوا راي مشيت للدار والقاد الساروس مبدل انا فاش قلية مشيت للدار والقاد الساروس مبدل والسيد في حال ما عاجبوا حال ويقول لي راجلي راي بدلناه لان الدارة كانت خاسر واحدة من الساروس كانت خاسر قالوا لماذا لم تجدنا الساروس؟ قالوا يا رجلي حيننا اخر حاجة درناها وجدنا في حالاتنا قالوا انا دار بالطراق ويأتي معي المادام والدراري هذا ما سوف ندير وانا دابا خصنين بات هنا وخصنين كري ومن كريش المهم سيد تنفخ ويغوز بوحد طريقة ما هي انا متصوقش لي رجلي بقى في الحال وقالي يلا غراني قلتها لك قلت لك نقولها لهم قلت لك قلت لك الساروس غير هو راك في مكتلك انا كنت نصلح في الدار واخر حاجة هي غديت الساروس ما يمكش نطلع عندك حتى البلازة في نساكنة ونعطيه لك قالوا زعمه صافي وديته معي المهمه صافي قطعت لها دراديك الساعة ولكن البنات دابا فش قرر يدخل الصيف بدأوا حاوتين التليفونات احقا امتى ستجيب لكي لا نستطيع اقول شي شيء ما هي ارى لعائلتي لعائلته و ارى بجوجبهم كانوا يمشي و زي ما هذه النقطة غير باش نحددها لكم يعني تعالي لعائلتي الشي وحدين اللي بعاد عليها تطلبوا لماما الساروس ومما كانت تحشون مياه المهمه البنات هاد العام يعني فش تقريبا من شهر منين سالة رمضان منين سالة رمضان كان يمكن الساد في المغرب على ما قاتل يا ماما من ديك الساعة كل شي كي سوال على الساروت الساروت بغينا نمشي و بغينا نعرف نطبع حروق احقا ما حقا ماما قاتل ومرا بدلت الساروت ومشت اراه ما ما خلتهش لي هاد المرة و عائلة راجلي كي عيطوا الراجلي لدرجة ان واحد خطو كينا في المغرب عيطت لي وقاتل وصفت لنا الساروت مع شي كار ولا مع شي واحد ويقول لي هالله اخترا ما انقدرش وما انقدرش قلت لي وعلمانه هانت سافتي ساروت باش غير عرفوا الدار فين كينا وقتنفقوا معاش بها حال ودبهوا ما مقلقين انا يالبناس حالفة بحلو في ساروتي ما غاديش نعطيه وقلت هالي قلت له شوف انا عائلتي غادي نقولها ليهم وانت عائلتك دبر معهم هوكي يقول لي يالله وش احنا غجبتوا اصدع له الدار ما غجبتوا اصدع له الدار هادوك الناس كن كانوا يتحايلوا والله ما عندي المشكيل قلت له ولكن هما كيمشي ودارين ودارين الضار في حالة ببالة قلت له بنات مستفش كيمشي للوتال انا كي حط الفلوس ضمانة اللي كتخليه ما يكرفش الدنيا اوه انت حط فلوسك كتحط واحد لالفين والف وخمسمية ولاالف وعشرالف درهم للليلة وخصك تحط عليها ضمان باش يلي هررسي شي حاجه وخصرت شي حاجه اتقادها قلت له وحنا يمشون فابور ويخسروا الدنيا ويخرجوا في حالهم حتى من الدنيا لا ينقيمها قلت له محلية قلت له لم يمكن لي اشكولها متقام عليها لخارجة بسبعة ثمينية مليون دي الصلاح قلت له هذه هي ما امرها ما تكون اوه يا البنات ارمان ديك الساعة وانا وراجلي في صداعات فمي عيات لي شي واحد انا البنات معرفش كيف ندير انا عارفة يعني محنا لشهر الساعة اوه كيف ندير الساعة ولكي الى مشيت المغرب اه اكيد غلي قول لي خليلينا الضوبل انا معرفش كيفاش نتصرف معاهم ومعرفش حتى كيفاش نتصرف من معارج لي وكانت مننا منكم انكم تعطيوني شي حيلة لينقدر نسلم منها الشوكة ديالي بلاتهم واللي غادت قول لي شرحيلي هم وقول لي هم انا البنات وريتهم الفيديو والفيديو ديال الدار وديال الماء وديال هذيك القطرة وديك الخضورية وديك العود مفرتس والعجوزة تقول لي احقام احقا هدية حال الدار المسدودة قلت لها عجوزة كل شي كي يمشي لها الدارة ما كتسد فيهن كتسد قلت لك اللاملاء المهم انتية كتسعودي في القنط وهو ما كيعاودي في القنط اخر انا البنات اليوم تلفت ماتليس عارفة ماندير الدارة جت عندها بعد مرات يجيس الشيطان ويقول يسيري وبيعي لك الدار موقع عندك مديري بها وحتالي شريتي في بلاسة اخرى شري وما تقول لي هل تشي واحد احتل الوقت اللي انا ما كان بغوش نزلط موبيل اه طيارة قريبة يعني مدينة زوينة وقريبة البزيف دين المدون وكاللقوا فيها راحتنا والدار خديثة بوحدة مان مزيان في واحد البلاصة زوينة يعني ما عرفت وشغل اللقاء في حال هذا الديور ولا لا انا اليوم تلفت جيت نعود لكم قصتي حنت فعله لمبقيتش عارفة كيفش نتصرف ولا حتى كيفش نديال الغزالة ديالي اهنا سهلات قصتنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم لصاحبة القصة وما تنسوش من التعليق زوينة ديالكم هنا ما بقى ليه الا نقول لكم حبيباتي ما تخدش بيكم انتلاقوا ان شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم شكرا